كابتن ناصر تطوير التحكيم يعني حالات الاجهة دي في حاجات ايجابية وفي حاجات ما يجب تطويره لأداء التحكيم مش عشان خاطر نيجي ننقض التحكيم كابتن نسامة بداية خلينا نقول تاكم التحكيم الأول كابتن نسامة النهاردة كان محمود باسيوني حكم الميدان وكان مع سمير جمال وكان مع خالد السيد كان الحكم الرابع السيد مونير كان على تقنية الفار خالد جمال غندور وإحمد حسام طا مباراة بداية تنهي مباراة سهلة مباراة تحكميا مباراة سهلة كابتن نسامة لا تندرك تحت درجة صعوبة اي صعوبة نتيجة النادل الاهلي نتيجة خمسة اتنين المباراة سهلت على طاقم التحكيم ولكن احيانا لما بكون مباراة سهلة احيانا التحكيم بيصعب لمباراة يعني بنقول دايما لما تكون مباراة سهلة انت كحكم بتساعد نفسك انها تتسهل ولكن النهاردة شفنا حالة تحكمية اتراجعت حوالي اربع دقائية حالة هدف طهر محمد طهر وانا جاي بالحالة دي معايا في الاول والسؤال احنا راجعين من معسكر تحضيري قبل الدوري باربع تيام لما في اختلاف المعايير ما بين الحكم وحكم الفور نشوف الحالة اللي جاية البداية نشوف الحالة اللي جاية هنا هنا لعب السروميكا بيلعب في الكرة خلاص نفيش مشكلة وهنا اسامة ابو علي ماذا ارتكب اسامة علي في هذه اللعبة كانت من اسامة لم يرتكب اي مخالف خدت وقت كبير فعلا ولا في دفع ولا في شد ولا في حاجة فعلا بس هرجع للعبة الفاتي دي اللعبة اللعبة المهمة اللي خدت تقريبا اربع دقائق من حكم الفور في المراجعة هنا باسوني موجود مع الكرة الكرة راحت تلعبت لابن الاهلي وطهر في موقف السليم تماما سجل هدف وهدف صحيح تم احتساب الهدف هنا الفور distد على الحكم السؤال هنا الفور يستطيع حكم ليه عشان يقول له ان هنا في مخالف حمو باسوني راح شايف لأ ان مفيش مخالف هنا المفاهيم بتتغير من حكم الملعب لحكم الفور يعني مفيش مفاهيم موحدة للاثنيني كانت من اسامة حكم الفور من رأيه ان هنا في مخالف حكم الميدان رأى ان هنا مفيش مخالف ورجع احتساب الهدف وانا شايف ان هنا الهدف هدف صحيح لا توجد مخالفة تزبك الهدف وبنقول هنا كان لابد من المعسكر يتم بتدارك هذه الأمور لأن دي حالة خادت تقريباً فوق الأربع دقائق كتير أول في هدف سليم تم تسجيله عن طريق طاهر هنا بنشوف كمان طاهر لحظة اللعبة كان في موقف سليم وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح نروح للحالة بعد كده وهنا حالة مهمة جداً جداً نهارجع بس الباسوني في التمركز بتاعه وقلنا دايماً التمركز هو مفتاح القرار تمركز الحاكم كابتن محسن كابتن عماد هو مفتاح القرار للحاكم هنا بنقول الحاكم هنا من هذه الزاو هنمشي شوية ونشوف نروح هنا اللعبة يروح في النحية العكسية خالص نقف نقف رجع لي بس ممكن ترجع لي ترجع لي كمان نرجع بس من هنا هنا بنقول الحاكم يا كتن ونقول هنا تطوير أداء الحاكم من خلال قرارات اللعاء كان لابد أن الحاكم هنا يروح ناحية الشمال كتن يروح لي عشان يشوف هل التفاصيل هل فيه مخالفة ولا مفيش إنما أنا هقف مكاني استحال أجيب تفاصيل وده اللي حصل نشوف إيه بقى فيه مخالفة ولا مفيش على لاعب نادل أهلي أكرم ونشوف هنا حالة حاكم هنا أشار باستمرار اللعبة طيب فيه مخالفة ولا مفيش اللقطة اللي جاي تبين نشوف هنا لا سرميكا يعني خاد الكرة على برة وهنا نشوف هنا المخالفة موجود مخالفة راكل الجزاء هنا الراكل موجود في اللي بنقول القصبة بتاعة الرجل وبالتالي هنا كان في مخالفة بسوء نخلى لقى بتواصل هنا خالة جمال غندور تحسب ليه هو تم استطلاق الحكم وبالتالي نشوف هنا لما راح الحكم للفار جاب له أفضل لقطة واضحة تبين المخالفة نروح للفار ونشوف المخالفة هنا الراكل موجود والمخالفة موجود ولكن القرار كان مفقود ليه لأن تمركز الحكم كان بعيد ما كانش في موقف صحيح عشان يقدر يشوف الترسيل عشان يشوف الكرة بشكل نعم ما فتحش نفسه زاوية الرؤية بالزبط خلينا نشوف اللقطة الفار لما جات ونشوف اللقطة الفار اللي هي في الحالة ديت جاب الحكم والحكم راح شاف رجع احتسب المخالفة تمام هنا نشوف تاني هنا خلاص هنا خلاص المخالفة موجودة وراكل الجزاء موجودة وقرار السعاء للحكم الفار كان صحيح نشوف باسيوني لما رجع أشار على احتسب راكلة الجزاء وكان القرار موفق من الفار راكل الجزاء للنادي الأهلي صحيح صحيح الحالة اللي بعد كده كانت محالة مهمة جدا جدا احنا عندنا يمكن أنا اخترت أبرز الحالات للمباراة اللي هي حالات يعني من شأنها نطور من قدها الحكام ونساعد الحكام في تطوير نشوف الحالة دي حالة كانت مهمة جدا جدا وهنا في تشابك ما بين اللعبة هرجع لللايف هرجع لللايف هرجع لللايف بس هقف 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 اللي دايما اللعب سيراميك هكلم على الحاكم احنا بتدايما نقول الحكام ايه لما تحس تستشعر انه بقى في تشابك ما بين اللعبة لابد نعم يا عماد يروح يقرب منهم عشان هو ليفض اللي اشترك برافو عليك دايما بتدايما نقول الحكام حاجة اسمها التحكيم الوقائي ما تستناش لما اللعبة تتشابك يعني انا بقولك في الحالة دي انا كحاكم لو بدي نكون عندي قراءة بس تشعر انه يحصل مشكلة بفتح اسبرينت وروح وافصل ما بين اللعبة كنت تجنبت الانذارات هنا وهنا شوف بقى اللي حصل ايه شوف هنا حصل شد وجذب والحاكم واقف بيتفرق لا ما توقفش تتفرق من فضلك خد اسبرينت وروح افصل امنع المشكلة قبل حدوثها دي لابد الحكام تبقى عارفة هذا الكلام ودي بتيجي نتيجة خبرة الحاكم اول الحاكم يستشعر انه يتحصل فيه مشكلة هنا راح الحاكم وراح متأخر واشهر البطاقة الصفراء ويه مش حابب كده ابدا كان ممكن انت كحاكم تضغط عن كل الكلام ده لو انت رحت سريع وفصلتك تنعمد ما بين اللعبة دي حالة علامية للحكام شوف الحالة اللي بعد كده ونشوف هنا هنا هل من المعقول هنا بسيوني هنا فيه مخالف والمخالفة واضحة المخالفة واضحة من لعب سراميكا هنا تستوجي والبطاقة الصفراء لابد يكونوا من معايير واحدة في اشهر البطاقات هذه البطاقة واضحة صفراء مفقودة كان لابد ان الحاكم يشيرها ولكن لم تشهر احتسب المخالفة فقط ولكن هنا شايف ان هنا المخالفة تستحق البطاقة الصفراء نتيجة هنا شوف الدخول وسلوب الدخول على امام عشور بطاقة صفراء مفقودة من محمود بسيوني ونشوف الحالة اللي بعد كده هنا حالة من الحالات المهمة جدا فيه هدف تم تسجيله عن طريق لعيب سراميوكا وهنا الحكا المساعدة سامير جمال انا معتبر من افضل المساعدين على مستوى مصر اشارة بيتسل شوف هنا لحظة الاستلام هرجع تاني وهرجع بعد كده لقطة الفار هرجع تاني لحظة الاستلام لو عندك لحظة الاستلام نجيبها طب هتلي بقى لقطة الفار والخطوط بتاعت هذه الحالة لحظة الاولى الاستلام فيها اسلام عيسى الكورا هنا دي كانت بداية اللعبة ايوة بس نمشي بقى تمام هنا كابتن هنا كمان نشوف هنا القدم اليسرى للعب نادي الاهلي هنا خلاد عبد الفتاة والقدم اليمنى مغطية والتالي هنا كان الهدف سليم وهدف سليم يحسب لي تقنية الفيديو انه هو احتسب الهدف نتيجة انه ما كانش فيه تسالف حالة من الحالات المهمة وحالة تعليمية هرجع تاني للايف هنا امام عشور رايح او مين امام عشور او ريدا سليم ريدا سليم هاقف هنا حصل فيه شد للعب نادي الاهلي عد كم لعب من من صناميكو تمان لعبين تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خانت ثمان لعيبة تحت الكورا وعندنا اربع لعب نادي الاهلي رايحين بهجمة بهجمة يعني هنا النهاردة لم يحصل شد من لعب سليميكو احتسب المخالفة بالسوني وكان يجب اشهر بطاقة الصفرة بنقول ليه اشهر بطاقة الصفرة لان النهاردة النادي الاهلي عنده فرصة هجوم وعد بالظبط كده لان يبقى ثمان لعيبة وراء تحت الكورا واربع لعيبة رايحين على المرمى كان يجب هنا اشهر بطاقة الصفرة للاعب سليميكو هيدا احتسب المخالفة ولم يشهر بطاقة يا كابتن اسامة دي ممكن كانت اخر حاجة معانا بشكل عام النهاردة طاقم التحكيم مبرة سهلة نجح فيها انا يمكن عندي تعليق على الحالة بتاعت الهدف خدت تقريب من فوق الاربع دقايق بدون اي داعي هدف سليم لطاهر ما كانش يجب انها تعاد تقعد الفترة دي كلها طب انا عندي سؤال سريع هو الخط كان مظبوطة كابتن في اللعبة يعني الخط بتاع الفار ده كده مظبوط بالزبط وقت طلوع الكورة بالزبط هو اقول لك على حاجة كابتن عادة يعني مش عادة دايما اللي هنا الفار هو بيحط النقاط وهنا فيه اوبريتور بيشايك وهو اللي بيطلع صاحب الرأي فالحالة هي حالة سليمة والهدف سليم ما فيش في اي مشكلة